أربع سنوات من الصمود رغم الخذلان أربع سنوات ظلت فيها المقاومة الشعبية في ذي ناعم تقاتل وحيدة دون إسناد أو دعم من أحد رغم المطالبات المستمرة التي لم تجد أي استجابة من قيادات الشرعية القابعة في الرياض أو من التحالف الوصي والحاكم باسم السلطة الشرعية قلة الإمكانات والتجاهل المستمر كان عاملاً مساعداً بل حاسماً في صالح الميليشيا التي كثفت من هجماتها في الأيام الأخيرة لتكون النتيجة سقوط المديرية بعد أربعة أعوام من المقاومة الصلبة المصادر المحلية أفادت بأن ميليشيا الحوثي تمكنت من سيطرة الكلية على المنطقة وأنها نصبت نقطة تفتيش في منطقة الغليمة بعزلة ناصفة التابعة لمديرية الزاهر فيما لقيت مواجهة عنيفة في منطقة ذي مخشب من قبل مقاومة آل حميقان التي لا زالت تستبسل للدفاع عن مواقعها والناشد التحالف العربي ناشده كل المناشدة وكل الشرعية أن يقوموا بأسال الطيران لقصر مدرعات الحوثي والبيئمات والدبابات فهي موجودات هناك مكشوفة واضحة بأينا لو جزع الطائرة يشوفها واضحة بدون أي كلام ليس هناك أمر من كأس الخذران الذي يسقى به اليمنيون في العديد من الجبهات فكل نصر تحقق للميليشيا كان لخذلان الشرعية دور كبير فيه هكذا بات يعتقد اليمنيون وهذا ما تؤكده النوائب التي حلت باليمنيين في ميادين القتال لا أحد يعرف بماذا تفكر سلطة الرئيس هادي التي تغض الطرف عما يحدث في الجبهات وكأنه لا شيء يعنيها أهو اختبار لجلد المواطنين وتحملهم لكن التساؤل الأهم هل لا زال لدى اليمنيين القدرة لتحمل مزيد من الحرب وتبعاتها وقد صارت البلاد عنوانا لأسوأ أزمات التاريخ الإنسانية